بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو هنتعرف على مثال على مشكلة النقل نعرف منه عناصر مشكلة النقل كيفية صياغة مشكلة النقل في صورة نموذة خطي وكيفية تمثيلها في شبكة عمال مثال لدى مصنع للطوب الأحمر ثلاث مستودعات في أماكن مختلفة في مدينة جدة يعمل المصنع بطاقة أسبوعية 170 طن يتلقى طلبات من أربعة مواقع مختلفة طلبات هي 75 طن حي مشرفة 35 طن بتكون من حي الحمرة حي النزهة بيكون 40 طن وحي الجمع 20 طن تختلف تكليف النقل حسب موقع المستودع وتكليف النقل موجودة في هذا الجدول هنا تكلفة النقل من حي من المستودع الأول إلى حي مشرفة هنا تكلفة النقل من المستودع الثاني إلى حي مشرفة وهنا من المستودع الثالث إلى حي مشرفة هنا من المستودع الأول إلى حي الحمرة من المستودع الثاني إلى الحي الحمرة وهنا من المستودع الثالث إلى حي الحمرة من المستودع الأول إلى حي النزهة 6 9 من المستودع الثاني لحي النزهة و10 من المستودع الثالث وهكذا الكمية الموجودة في نهاية الجدول جهة اليسار هي العرض أي أن كمية العرض المتاحة الكمية المتاحة داخل المستودع الأول 30 طن كمية المتاحة داخل المستودع الثاني 60 طن وداخل المستودع الثالث 80 طن كمية الطلب اللي ذكرت في المثال موجودة أيضا في هذا الجدول 75 حي مشرفة 35 حي الحمراء 40 حي النزهة 20 حي الجمعة كيفية تمثيل هذه المشكلة في شبكة عمل أولا جاءت اليسار المستودعات رقم 1 و 2 و 3 كمية العرض في الأول 30 الثاني 60 والثالث 80 مواقع الطلب هي الأحياء الأربعة حي مشرفة الحمراء النزهة الجمعة كمية الطلب لحي مشرفة 75 ودي كلها موطيات في المثال وهنا 35 حي النزهة 40 وحي الجمعة 20 تكلفة نقل الطن الواحد من حي من المستودع الأول إلى حي مشرفة ذكرت في المثال بتسعة فتوضع على أعلى هذا السهم بهذا الشكل كمية أو تكلفة النقل للطن الواحد من المستودع الأول إلى حي الحمراء 7 تكلفة النقل 6 من المستودع الأول إلى حي النزهة وتكلفة النقل 5 من الحي الأول إلى حي الجمعة من الحي من المستودع الثاني إلى حي مشرفة تكلفة النقل 2 للطن الواحد وهنا 8 من المستودع الثاني إلى حي الحمرة 9 من المستودع الثاني إلى حي النزهة 12 من المستودع الثاني إلى حي الجمعة تكلفة النقل 4 من المستودع الثالث إلى حي مشرفة 3 من المستودع الثالث إلى حي الحمرة توضع في هذا المكان وهنا عشرة وهنا تمانية إذن هذه هي شبكة العمل التي تحتوي على جميع عناصر هذه المشكلة كيف هي الكتابة النموذج الخطي لهذه المشكلة رقم واحد دلة الهدف دلة الهدف ويتمثل تكلفة النقل الكلية تكلفة النقل الكلية بتكون تكلفة نقل الطن الواحد مضروة في الكمية المنقولة وده بيكون مجهول يعني هنا بيكون عندي X1-1 ده المجهول الأول الكمية التي ستنقل من المستودع الأول إلى حي مشرفة X1-2 تكلفة النقل من المستودع عفوا الكمية المنقولة من المستودع الأول إلى حي الحمر وده أيضا هيكون مجهول وهكذا هنا هيكون X1-3 وهنا X1-4 فيه طبعا مجاهي الأخرى وهي X2-1 الكمية التي ستنقل من المستودع الثاني إلى حي مشرفة وهنا هيكون X2-2 الكمية التي ستنقل من المستودع الثاني إلى حي الحمر وهنا X2-3 وهنا X2-4 وهكذا للمستودع الثالث هيكون عندي كمية هنا X3-1 وهنا X3-2 ده المجهول الثاني للمستودع الثالث وهنا X3-3 وهنا X3-4 ده التي الهدف ببساطة هي ضرب التكلفة نقل الطن الواحد في هذه الكمية المجهولة أي أنها ستكون بهذه الصورة تسعة X1-1 زائد سبعة X1-2 زائد ستة X1-3 زائد خمسة X1-4 طبعاً ما زال تكلفة النقل أيضاً من المستودع الثاني اللي هي هتكون اتنين تكلفة النقل الطن الواحد في X2-1 زائد ثمانية في X2-2 زائد تسعة X1-4 زائد اتناشر X2-4 زائد تكلفة النقل من المستودع الثالث اللي هي 4 في X3-1 زائد 3 X3-2 زائد 10 X3-3 زائد 8 X3-4 وهدفنا بيكون دايماً لهذه الدلة لدلة الهدف بيكون تدنية تدنية هذه التكلفة للنقل إذن دلت الهدف زي ما قلنا هتكون بهذه الصورة وزي ما قلنا حيكون عندي عدد من المجاهيل مقداره 3 لعدد المستودعات في 4 لها مواقع الطلب أي أن لدينا 12 مجهول 12 متغير ده بد من إيجاد قيمتهم عند الحل الأمثل القيود زي ما قلنا في عندي قيود خاصة بالعرض وهنا هتكون 3 قيود وهي أن X1-1 زائد X1-2 زائد X1-3 زائد X1-4 تكون أقل من أو يساوي 30 نقدر طبعاً نستنتجها من هذا الشكل X1-1 زائد X1-2 زائد X1-3 زائد X1-4 الكمية التي ستنقل من المستودع الأول لابد أن لا تتعدى هذه القيمة نفس الشيء الكمية التي ستنقل من المستودع الثاني ودي ممكن تمثيلها أو يمكن صياغتها في صورة X2-1 زائد X2-2 زائد X2-3 زائد X2-4 لابد أن تكون أقل من أو يساوي الكمية المتاحة داخل هذا المستودع 60 نفس الشيء X3-1 زائد X3-2 زائد X3-4 زائد X3-3 زائد X3-4 لابد أن تكون أقل من أو يساوي 80 دي ببساطة هي قيود العرض هتكون بهذا الشكل وثلاث قيود بعدد مراكز العرض قيود الطلب هيكون عددها 4 بعدد مراكز الطلب ودي ببساطة أن الكمية التي ستنقل إلى كل حي لابد أن تساوي الكمية المطلوبة أي أن X1-1 المنقولة من المستودع الأول زائد X2-1 المنقولة من المستودع الثاني زائد X3-1 المنقولة من المستودع الثالث لابد أن تساوي 75 وهكذا للحي الثاني الكمية المنقولة لهذا الحي ودي يمكن تمثيلها بX1-2 X1-2 كل الأسهم الداخلة إلى حي الحمراء X2-2 X3-2 لكلها لابد أن تكون مساوية لل35 فنقدر نكتب قيود الطلب بهذا الشكل القيد الأول خاص بالحي الأول الحي الثاني الحي الثالث الحي الرابع طبعا وقيد عدم السالبية أن جميع المجاهيل تكون أكبر من أو يساوي الصفر ترجمة نانسي قنقر